بينما شكك محللون في قدرة النظام التركي على الإبقاء على الليرة التركية مستقرة بدون مصادر جديدة للعملة الأجنبية هبطت الليرة التركية إلى أضعف مستوى لها منذ أزمة ديسمبر كانون الأول مسجلة 16.40 مقابل الدولار الأمريكي وتراجعت الليرة التركية أكثر من 9% هذا الشهر وبحدود 20% هذا العام على الرغم من تدخلات باهضة التكلفة باع فيها البنك المركزي التابع للنظام التركي العملة الأجنبية في محاولة لإنقاذ الليرة من الانهيار وكانت الليرة قد هوت في 20 ديسمبر كانون الأول إلى مستوى قياسي منخفضا عند 18.4 بعد سلسلة تخفضات غير تقليدية لأسعار الفائدة دفعتها للهبوط بنسبة 44% على مدار العام الماضي كما قفز تضخم في البلاد إلى 70% في أبريل النسان على أساس سنوي وهو أعلى مستوى لهم منذ عقدين من الزمن فيما رجح اقتصاديون استمرار ارتفاع تضخم خلال العام الحالي مع تراجع قيمة الليرة وأظهرت بيانات يوم الجمعة أنصاف الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي هبطت حوالي 3.5 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في الثالث عشر من أيار مايو كما قدر مصرفيون أنها تراجعت أكثر من مليار ونصف المليار في الأسبوع التالي وفي نيسان الماضي ذكرت وكاد بلومبرغ للأنباء أن البنك المركزي ألزم الشركات والمصدرين في تركيا بتحويل 40% من إيراداتهم بالعملات الأجنبية إلى الليرة التركية في محاولة لحل أزمة العملة المستعصية بعد أن شهدت موجة انهيارات العام الماضي ورغم إجراءات النظام وتدخلات البنك المركزي المتكررة في سوق العملات لكن الليرة التركية لم تغادر مربع الاضطرابات بسبب تدخلات أردوغان في السياسة النقدية على خلاف القواعد الاقتصادية التي تطبقها البنوك المركزية في العالم في مواجهة ارتفاع التضخم ترجمة نانسي قنقر